حلقة جديدة وخمس فرص جداد للفوز من حلواني النص التاني سؤال حيظهر في الحلقة ومطلوب إجابته في التعليقات بعد الاشتراك في قناة فيلم جامد ومتابعة صفحة حلواني النص التاني على فيسبوك وإنستجرام لازم المشاركة تكون من داخل مصر ولازم تحديد المحافظة في التعليق وبعد يومين يريد نبص تاني على إجابتنا عشان الفائزين حيتم إبلاغهم برد من القناة على تعليقهم الجائزة عبارة عن صندوق جوا 13 هدية مقدمة من حلواني النص التاني حض سعيد للجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في الحلقة السبعتاشر والأخيرة من الموسم الرابع من برنامج رمضان وأشياء اللي بنتكلم فيه عن مسلسلات رمضان لعام 2020 واللي بنقدمه لحضراتكم السنة دي برعاية حلواني النص التاني الحلقات بتاعتنا محملة بحرقل الأحداث والنهاردة هنتكلم عن ختام مسلسل ألف توا فلو في حد كان متابع المسلسل ولسه مخلصوش أفضل يقفل الحلقة دي دلوقتي ويبقى يرجع لها لما يشوف كل حلقات المسلسل المراجعات بتاعتنا والمناقشات بتاعتنا واخدى شكل سرد مرسل بدون نص معد مسبقاً وبنتقابل كل يوم بالليل على البث بتاعنا على نيمو علشان نتكلم في المراجعة ولو حد عاوز يناقشني فيها اللينك موجود تحت في الديسكريبشن تقدروا تتضمولنا في أي وقت حلقة النهاردة هي الأخيرة في المسابقة بتاعتنا وحيكون فيه خمس فائزين فيه سؤال حيظهر في لحظة ما من الحلقة مطلوب بس أن انتوا تجاوبوا عليه في التعليقات تحددوا المحافظة اللي حضراتكم سكنين فيها بعد ما تكونوا مشتركين في قناة فيلم جامد على يوتيوب ومتابعين لصفحة حلواني النص التاني على فيسبوك وانستجرام مسلسل الفتوة من بطولة ياسر جلال أحمد صلاح حسني نجلاء بدر مي عمر رياض الخولي أحمد خليل أحمد خالد صالح السيناريو والحوار لهاني سرحان والإخراج لحسين المنباوي والنهار دا حنتكلم عن الحلقات من 27 ل30 يعني حنتكلم عن 3 حلقات بس وتركزنا الأكبر حيكون على الحلقة الأخيرة ختام المسلسل وبناء عليه مش متوقع قوي ان الحلقة دي تبقى طويلة وحتبقى مركزة شوية في المواجهة الأخيرة الأحداث اللي حصلت هي ببساطة انتقام حسن اللي بينجح في انه هو يكون أو يحشد لمواجهة كبيرة ضد عزمي بيضم عدد من الحلفاء بيبتل يصرب رسائل اللي يهموه بأنه هو لسه عايش ولكن الرسائل دي بتوصل لعزمي اللي بيرد بخطف نوره ككارت تهديد لحسن لتجنب المواجهة معاه أو لحسمها قبل أن تبدأ ولكن المواجهة بتحصل وحسن بينتصر وبيعيد النظام الشيوعي للجمالية مرة أخرى بهزر الفكرة انه هو بينتصر وبرضو بنعيش في سعادة وسلام وبيخلف وبيخطب قدام الكاميرا مش فهم ليه في الحلقة الأخيرة اللي اتكلمت فيها عن مسلسل الفتوة كنت قلت أن مهمته في إنهاء أحداثه بشكل جيد سهلا ما عندوش تحديات كبيرة ما بقاش مطلوب منه أنه هو يعمل حاجات غريبة لو مشي في المتوقع الأمور حتمشي كويس وما أعتقدش أنه هو كان أمامه معوقات وقلت باللفظ الواحد لو وصل في النهاية بأننا كمشاهدين نقول أن مسلسل الفتوة كان مسلسل وحش أو نعلق عليه أي تعليق سلبي فده لازم يكون بسبب أخطاء غابية في الثلاث حلقات الأخيرة الحمد لله ده ما حصلش ما حصلش أخطاء غابية بس حصل أخطاء الأحداث بتاعتنا على مستوى القرارات ما عنديش عليها تحفظات كبيرة قوي بعض التحولات ما فهمتش في النهاية قيمتها إيه بالزبط للنهاية اللي وصلنا لها وشكل النهاية اللي وصلنا لها على المستوى الإخراجي وعلى المستوى الحواري ما كانتش أعظم حاجة في الدنيا أولا فكرة المواجهة الكبرى ما بين حسن الرجل الكبارة وعزمي الرجل المرعب إنها تتحسن في الآخر بأن حسن نعرف مكانه ونعرف إن هو لسه عايش لمجرد إن مفيش حد فعلته عارف يحط لسانه في بقه يعني حقولك بس ما تقوليش لحد حقولك بس سوعي حد يعرف طب حقولك في الشارع قدام الناس كلها بس سوعي والنبي حد يعرف وفي الآخر الموضوع يتعرف يا جماعة أنتم متعرفوش خط الإشعاعات ولا كمن المسلسل قديم شوية فخلاص يعني هو فكرة إن أي حد في الدنيا يقول أي سر لأي حد بس يحلفه إنه ما يقولش لحد كده يبقى عمل اللي عليه خلاص الحتة دي في رأيي أنا كانت طفولية شوية وبعدين عادنا نحشد ونلم في ناس ونعمل شغلانة وكلام زي ده في الآخر علشان نوصل للمواجهة والمواجهة النهائية بالنسبة لنا اتلعبت على ملعبين الحتة بتاعة كسر الفتوات اللي كان فيها الأعور وهجوم سيد اللبان علشان يحصل أو يخطف ليل مرة أخرى والكلام ده كله وبعدين عندنا الملعب التاني المواجهة الكبرى النهائي الكبير نهائي شامبيونز ليج ما بين حسن وما بين عزمي والجيشين بتاعهم اختيار المدانين ما عنديش معهم مشكلة تفاصيل اللي حصل عندي معا مشكلة يا واحدة مشكلتين تلاتة كتير عندي مشاكل كتير يعني أنا بحاول اتغاضع عن المشاكل الجماعة بس مش قادر الصراح يعني فكرة ان سيد اللبان راح للحطة بتاعة تكسر الفتوات تحصل مواجهة ما بينهم ما بين الأعور اللي كان أهانه قبل كده والأعور بيوجهه وبعدين بينكسر وبعدين بينتصر ده على مستوى السيناريوات ما عنديش معا مشكلة بس تعالوا نفتكر ده حصل ازاي فكرة ان الأعور ساعة لما قرر انه هو يواجه سيد اللبان استخدم جمل حورية من أعجب ما يمكن ايه عمعلم سيد انا سكتلك بقالي كتير قوي يلا من هنا بقى مش عارف مش حاسس ان هو أعظم سطر كان ممكن يتقال في موقف زي ده وبعدين يهجموا عليه ويضربوه وبعدين يسيبوه ييجي من وراه يقتله وبعد ما يقتله ويفضل عايش ولا كأنه حصلت اي حاجة في الدنيا قرار ان الأعور هو اللي يقتل سيد انا ما عنديش معا مشكلة تفاصيل المشأد على المستوى الاخراج ومستوى الحوار مش معجبنيش معجبنيش خالص يا جماعة وبعدين المدان الاكبر الاعظم النحية التانية المواجهة ما بين حسن وعزمي التراش توك سيء جدا يعني هو ما كانش تراش توك طبعا هو كان كلام بيقابل وجهتين النظر بتوع المسلسل قصاد بعض وبيطقشهم في بعض يعني من الآخر الرجل اللي بيقول ان احنا لازم نحكم بالتهديد وبالرعب وبالتخويف والتاني بيقوله لا احنا لازم نحكم بالحب الحكمتين انا فهمهم بس هل دي افضل جمع الحوارية كانت ممكن تطلع في الموقف ده يعني حسن بيواجه عزمي عزمي اللي غالبا جاله احتقان في الزور من كتر مكان عمالي طول احداث المسلسل تقوله بالحب يا عزمي بالحب يا عزمي مش عارف الحوار كان فيه ازماية في الحتة دي وبعدين اخراجيا اتدنا ناخد قرارات سهلة جدا اللي هو نظام جعفر يظهر يقول يا جماعة احنا ملناش دعوة بالخناقة دي ده رجلين قصات بعض ينزلوا نبوت لنبوت وهما اللي يحسنوا الدنيا وبعدين المعلمين اللي واقفين يروحوا عليهم كلامك صح يا معلم جعفر الله ينور عليك يا معلم جعفر كلامك مزبوط يا معلم جعفر احنا عارفين كويس يا جماعة الخلاصة بتاعت الموضوع ان احنا عوزين نجنب الانتاج معركة شعبية بالنبابيت والنبابيت نوابيت نبابيت انتو فاهمين الناس دي ويقتلوا بعض جمل حوارية مانا حوارة نراخر في راح في ده يعني مش ويموتوا بعض وفيه ناس تموت وفيه ناس تتسقط على اطراف الموضوع لشان نعرف ان الصراع من اجل الحق لازم يبقى له ضحايا وهي دي الرؤية الواقعية لا يا جماعة ابصه هو واحد يطلع يقول كلمة يطلع بعد كده المعلم رقم واحد يقوله الف مبروك يطلع المعلم رقم اتنين يقوله انا موافقك يطلع المعلم رقم تلاتة يقوله انا معاك لو كنا عاوزين نزاودها شوية كان المنتج المفروض يظهر بعدهم ويقوله وانا شايف زيك كده بالزبط يا معلم جعفر وبعدين يطلع فريق الناس اللي بتعمل منتاج تقوله ايه ده كبوسها معلم جعفر احنا عمدنا نطلع اجازة بدري باين عليه نوع حاجات زي كده فالحوار في الحتة دي ما كانش عظيم اخراج المشهد لانه في الاخر خلص لمواجهة ما بين الكنين وعلى مستوى الاكشن انا كان عندي تحافظات من اول يوم على مستوى المسلسل الفتوة ووصل في الاخر لغاية اخر يوم بنفس مستوى التحافظات مواجهات الاكشن مش حلوة مش مقنعة اخراجها مش جيد والحركات اللي احنا بنعملها بالنبوت هي هي بتاعة نفس المواجهات واحد يضرب تاني بيضربوا بعض في الرجل في الاول وبعد كده يقعدوا يرزعوا في النبابيت في بعض وبعدين واحد يمسك النبابيت معلين وبعدين واحد فيهم يمسك التاني يروح مديله بالروسية اتنين تلاتة وبعدين نبوت وبعدين يوقع على الارض وبعدين الحشود تدهس وهي ماشي في الارض هو هو نفس السيناريو بتاع كل المواجهات من اولهم لاخرهم وعلى مستوى الاخراج شكلهم مش حلو نرجع بعد كده لعملية اختطاف نورة كانت مفيدة يعني انت استخدمتها ككارت تهديد وفي الاخر ما لعبتوش ما عملتش بيه اي حاجة وفي الاخر وهم جايبنا بيقولوا لولا جميلة ما كناش عارفنا ننقذها ليه؟ ما الراجل مات خلاص هو في حد هناك كان يستجري يحتجزها بعد ان ببقى فيه فتهوة جديد في المنطقة ده كان عملهم سوسيس مش عارف الحتة دي برضو على مستوى القرار مش حلوة قوي وبعدين في النهاية بنختم بخطبة المهمة بقى الحمد لله ان على الاقل في المسلسل ده الخطبة كانت متماشية مع القيم الشيوعية القيم الشتركاء القيم العادلة الجميلة اللي المسلسل كان بيدعمها وبيساعدها معلش بهزر بهزر على خفيف اخر مرة هزر معكم في رمضان ده واتمعلش تستحملوني الحق والعدل والحب الناس والناس هم اللي يدعموك والكلام ده كله وتقسيم الداخل المدينة للأفراد انا محتاجة بطل والحاجات دي كلها وكلام زي ده ماشي الحمد لله ما كنتش محتاج خطبة عشان افهم الكلام ده كنت مدي للمسلسل قيمة رقية شوي على مستوى الانعكاسات بتاعت الاحباط على واقع الدنيا وعلى واقع السلطة والامور دي كلها من تحت لتحت كان شكلها اشياء بدل ما اضطر في الاخر ان انا اقول خطبة والكلام ده كله بس كمان مرة مش حاسب المسلسل كتير قوي على احد القرارات اللي اتخذها في اخر لحظة خصوصا وان المسلسل الفتوى بكل تأكيد وبعيدا عن كل الهزار اللي انا هزرته ده مسلسل جيد جدا 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 ومفاجئ جدا 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 الاكثر تفوقا على المستوى الفني والتقني قدر يقدم عدد من المشاهد الرائعة كان متفوق جدا يعني انا في اخر مرة بقول لكم ان انا ما عجبنيش اخراج وحوار الحلقة الاخيرة بس الحوار على مستوى المسلسل كله كان جيد جدا الاخراج في لحظات كتيرة جدا كان متقلق بشكل رائع يمكن بس التفصيلة بتاعة الاكشن اللي ما كانتش عجباني من الاول للاخر الموسيقى التسولية كان عندي عليها تحفظ بس في الاخر ما كانتش عامل مهمة قوي وزي ما قلت وكررت كزا مرة حاسس ان المسلسل كان عنده مشكلة في اختيار المقطوع الموسيقية لطبيعة المشهد اللي احنا بنتفرج عليه قدمنا تشكيلة مهمة من الشخصيات تواصلنا على مستوى عميق مع عدد كبير منهم عندي او من الحاجات اللي انا مشفق على المسلسل منها انه هو تحيز للدراما الحقيقية العميقة نسبيا على حساب لحظات الصدمة اللي كانت ممكن تساعده من البداية انه هو يبرز اكتر ويبقى شكله اكتر اهمية في ذهن المشاهدين واعتقد انه هو ده المسلسل عانى منه انه من اول لحظة الاخر لحظة الناس بيتعاملوا كاختيار ثالث او رابع في القوائم اللي هما بيتفرجوا عليها محدش فكر ان المسلسل ده ممكن يكون رقم واحد ودي يعني حنسميها خديعة خديعة تسويقية لو اتغزلت كويس داخل الاحداث يبقى كويس زي ما عمل لو ما تعملتش للأسف رمضان بياكل الدراما الرمضانية بتاكل ما بترحمش حد فاللي بيأجل لحظة الصدمة بتاعته للحلقة خمسة وعشرين او ستة وعشرين بيفقد فرص كتيرة جدا واعتقد ان ده المسلسل في تقوى عمل وده مجرد تعقيب على الهامش كده ده ملوش اي علاقة بتقييم المسلسل بل بالعكس كمان ده انا احترم المسلسل اللي يعمل كده اكتر واكتر المسلسل قدم اختيار على مستوى التمثيل غريب شوية وهو اختيار احمد صلاح حسني لدور عازمي دور مهم من اهم الادوار في الدراما الرمضانية السنة دي احمد صلاح حسني اجتهد فيه بشكل ملحوظ جدا وحاول انه هو يرتقي باداءه التمثيلي عشان يبقى قد التحدي ده وفي تقدير الشخصين ما نجحش بشكل كبير فيه اوقات كتير بان فيها انه هو بيعاني علشان يقدم المطلوب وفيه اوقات تانية كتير كان التعود عليه بيساعد في ان اللي هو بيحاول يعمله ويوصل لنا في النهاية عاوز ادافع عن اختيار عن قرار اختياره لان فعلا الدور ده محتاج بعض السمات الجسدية والشكلية اللي مش متوفرة بكثافة كبيرة قوي في الموجودين دلوقتي سنا على مستوى البناء الجثماني على مستوى القدرة في انه يعكس لك انه شخصية عنيفة وقوية ومواجهتها شيء صعب رغم انه يعيني اتغلب في الموجهتين اللي احنا شوفناهم وسيم بشكل يسمح باننا نصدق ان فيه بنت بتحبه زي جميلة زي نجلق بدر والكلام ده كله فحيثيات اختياره انا متقبلها التحديات اللي تحط فيها اعتقد ان هي كبيرة شوية عليه وانا مش قصدي ده بشكل سلبي انا قصدي ده بشكل موضوعي احمد صلى حسن يا جماعة في المواجهة الاخيرة بتاعت بعد ما تهزم واللي بينقل فيها لحظة انكسار العنف وانكسار الظلم ومواجهة الشعب وده قرار كان كويس مواجهة الناس بقى لي والفات كبيرة من هما اخراجيا تحرشوا بيه بس مش هاد برضو اخراجيا بصراحة كان في شوية حاجات مش حلوة ابدا فكرة انه كان في واحد معدي من قدام وربنا عزال موساب ومشي وبعد كده بتدقى يصرخ ومين في الدنيا يا جماعة ياخد ممثل بيحاول وبيكتهد وكل حاجة ايجابية في الدنيا ويحطوا في تحدي انه يقلد خطبة بتاعت دينزل واشنطن في ترينينج دي لان ده هو اللي قاله هو ده اللي هو حاول يجوفور بشكل واضح يعني يا جماعة دينزل واشنطن شخصيا ما استجريتش عاملها تاني يعني مش الراجل شال وزن اكتر من قدرته على التحمل في المرحلة دي يشكر على اللي هو قدمه علامات استفهام على ليه ناس معينة عملة تاخد فرص في الدراما المصرية وناس تانية كل شوية نعملهم معاملة الاكتشاف وبعدين نعمل لهم باي باي ونقول مين ده وما نرجعش نشوفهم تاني خالص بس حيثيات الاختيار شكليا جسديا سنا حاجات مقبولة جدا انا ما عنديش معها مشكلة كمان مرة مش عاوز انسى تفوق المسلسل الفني والتقني وكتير جدا من الابداعات على مستوى الانعكاسات لواقع الحارة لواقع الفتوات على الحياة اللي احنا عايشينها في بعض الاحيان ما بين السطور في بعض الاحيان لازم تكون متواصل جدا عشان يوصلك اللي المسلسل بيحاول يقوله كل دي حاجات كويسة جدا وامام الحاجات القليلة اللي ما كانتش جيدة او كانت من المنغصات داخل الاحداث بتاعتنا برضو كمان مرة اضرب دا كله في الخلاط ويطلع تقييم المسلسل بالنسبة لي انا تمانية من عشرة وده تقييم وضع في الاعتبار ان مسلسل الفتوة ما كانش بيهدف بشكل كامل لخلق لحظات او لزرع لحظات او لاجبار لحظات من الاثارة ومن الاستفزاز لتزويد قيمته التصويقية والجماهيرية على مستوى المتابعة واعتقد ان ده شيء يحترم جدا وانعكس دراميا على ادوات كتيرة اوي وعلى رسائل كتيرة اوي وعلى لحظات كتيرة اوي حقيقي تستدعي التقدير ومثيرة جدا للاعجاب وبكده بينتهي رمضان واشياء قبل ما اقول لكم باي باي انا مش هقول لكم باي باي او احنا بعد كده هنكمل مراجعة الافلام عادي وفيش ايام وازمة في الدنيا يعني بس حقيقي انا السنة دي انبسطت جدا بمستوى الدراما بشكل عام مش كلها عظيمة مش كلها رائعة بس اعتقد ان الكرف بتاعنا في صعود السنة دي كان فيه مخاطرات كان فيه تجارب كان عندنا نوعيات كتير من المسلسلات احنا النهاردة نتكلم عن مسلسل اجواءه تاريخية وقصته خيالية طبعا زي ما احنا عارفين قابلنا مسلسل خيال علمي قابلنا مسلسل حربي قابلنا مسلسلات اجتماعية قابلنا مسلسلات بتدور عن جريمة قابلنا مسلسلات عاطفية جميل حلو اللي عاوز كل حاجة في الدنيا كان ممكن يمدي ايده ويلاقي حاجة تعجب مسلسلات كوميديا طبعا كل التنوع ده هو افضل حاجة تحفظي الاكبر على مستوى الدراما المصرية بشكل عام هو ان اكتشافات السنة دي هي اعادة اكتشاف لناس احنا عارفينهم واعادة تدوير لناس احنا عارفين ان في غيرهم يستاهل فرص اكتر بشكل عام انا ساعدت جدا ساعدت جدا بهذه التجربة اتمنى ان حضراتكم برضو تكونوا انبسطوا بيها وان دم يكون كان خفيف شوية على الاقل على قلبكم ومش بايخ ابدا والف شكرا على كل الدعم والف شكرا على كل المشاركات والف شكرا على كل الكلام الكويس اللي انتو قلتوه وقابلكم السنة الجاية ان شاء الله لو كان في نصيب. الف شكر لحضراتكم على المشاهدة يا ريت تعملوا شارعوا لايك للحلقة اللي هو عجبتكم. مشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيات عشان تجيلكم الحلقات اول باول. اموني على فيسبوك تويتر ونيمو بوديو. باي باي.